انطلقت فعليات الدورة الثالثة من مهرجان القاهرة الدولي للتمور والمنتجات الطبيعية في حديقة الأرمان بالجيزة حيث يضم المعرض جميع منتج التمور المصرية والعربية ومعرضاً لمنتج الشتلات والفسائل ومستلزمات الانتاج ضمن فعليات المهرجان ويعد المعرض ملتقى لمنتج التمور المصرية والعربية ومعرضاً لمنتج الشتلات والفسائل ومستلزمات الانتاج بحضور نحو 30 عارضاً انطلقت فعليات مهرجان القاهرة للتمور والمنتجات الطبيعية في دورته الثالثة بحديقة الأرمان بمشاركة دولية وعربية أكبر هدف للمهرجان أن مصر تبقى أكبر دولة مصدرة طبعاً المهرجان ده والمهرجانات اللي بتحصل في مصر في سيا والوادي الجديد وأسوان كل هدفها أنها تقول للعالم أن احنا عندنا تمور أصناف متعددة ما بين التازجة والجفة والنصف جفة ومصنعات التمور زي الدبس وبدر التمر وكده ونشر ثقافة استهلاك التمور طول السنة مش في رمضان الهدف رئيس ترويج لأهمية التمور وترويج لبيع التمور وكذلك أن احنا داخلين على شهر رمضان الكريم فيه أسر كتيرة بتحتاج أنها تقتني أنواع مختلفة من التمور العربية مش قولة المصرية بس قبل شهر رمضان بأسعار جيدة بالنسبة للمنتجات التمور ما هي قريبة عن البلدين فالموضوع التمور من المستهدفات الرئيسية للتصدير في البلدين وهناك استثمارات سعودية كبيرة في مجال التمور في مصر وبرضو في تصدير من الجانب السعودي للجانب المصري في مجال التمور برضو كذلك من الجانب المصري للجانب السعودي في مجال التمور هناك تكامل بين البلدين في الأسواق يعد المعرض ملتقى لمنتج التمور المصرية والعربية ومعرض لمنتج الشتلات والفسائل ومستلزمات الانتاج أول مرة أنا شارك في مصر وشاركة كانت مميزة طبعا في عدد كبير من الدول وكذا ونحن جينا بمنتجات سودانية بعطور سودانية وبأشغال يدوية عن السعف باحتباره من مخلفات النخيل نحن شاركين بمنتجات الليبية ومنتجات التمور نوري أن فيها انتاج ليبي من جميع أنواع النخيل نحن شاركين بحوالي 15 صنف من التمور نصنع كل أنواع الصابون بكافة أشكاله العلاجية وكله مضمونه مجرب 100% برضو عندنا شامبو بزيت الزيتون عندنا السايروم عندنا الكريم بزيت الزيتون عندنا المخمريات وكل حاجة بتتعلق بالطبيعة يعني ضمن فعليات تنطلق من الأول إلى السابع من مارس يستهدف المهرجان تعزيز التبادل التجاري من التمور بين مصر ودول العالم